موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم من جديد في قناتكم كريبتو بنتليمان وقبل أي حاجة بنرحب باشتراك 10.000 مشترك وبنعيدكم أن نقدم كل ما هو جديد ومفيد في سوق الكريبتو لو دي أول مرة بتشاهد القناة فكريبتو بنتليمان هي قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية إدارة المحافظة الـ VIP عن بعد لو محفظتك أقل من 5000 USDT تقدر تنضم مجانا لقناة التليجرام المجانية اللي بيتم عليها طرح مضربات مجانية وبيقدر يحقق فيها 11% و1400% حسب التصويتات الواضحة أمامكم على الشاشة بتقدر تاخد اللينك من صندوق الوصف أو تقدر تعمل اسكام للبركود الخاص الموجود أمامك ومن خلاله تقدر تنضم للقناة الرسمية الوحيدة مجانا وتأكد أن انت على قناة الرسمية الخاصة بينا بشكل مجاني أما لو محفظتك أكبر من 8000 USDT فتقدر تنضم لإدارة المحافظة الـ VIP عن بعد بيتم من خلالها دفع اشتراك 3000 USDT بشكل مقدم وبيتم إدارة المحفظة عن طريق المعلومات المباشرة اللي بنقدمها لحضرتك عن طريق أهم المضربات المجانية والعملات المهمة في سوق الكريبتو بيتم من خلالها تقسيم الربحة عن طريق 60% لمحفظة حضرتك و40% بيتم إرسالها للمحفظة الخاصة بالقناة لو العرض بيهم حضرتك فاحنا ملناش إلا رقم واتس واحد هو اللي ظاهر أمامك على الشاشة أو موجود في صندوق الوصف تقدر من خلال تتواصل معنا بندرس وضع الخاص بالمحفظة بتاعة حضرتك ومن خلالها بنشوف الاتراحات السليمة اللي بتوجه المحفظة للربح بإذن الله لو بيهم حضرتك الاتصال تقدر تتواصل معنا عن طريق الرقم الوحيد الظاهر على الشاشة النهاردة عايزين نتكلم في حلقة مهمة جدا فهريت لنجاني الأهوة الخضرة ورقوا قلم وتركز معايا انتظرونا بعد الفاصل العملة دي أنا مصر دايما نحطها في كل حلقة لإني العملة دي هي تحدي فعايز أقول إن احنا كلنا في الفي اي بي شغالين على العملة دي ولو محفظتك أكبر من 8000 يو از تي تقدر تشترك معنا عن طريق رقم الواتس اللي موجود فيه صندوق الوصف وتنضم لينا لإن العملة دي فيها بمب المفروض هيحصل بعد تجميع قوية موجودة في الفترة الحالية بارتفاع 2000% عايز أقول إن يوم 24 يونيو 2022 حصل بومب صغير في العملة دي ب120% وهو ده الفيديو اللي أنا عملتول كل حقاتي فيه 50 ألف دولار ربح عايز أقول تاني إن قدامنا محفظتي إن أنا حاطتهم على التليجرام المحفظة الأولى خسرانة 75% من رأس مالها وصلتني من 102 ألف وصلتني ب27 ألف أو 26 ألف خمسمية من أخويا في السودان والمحفظة التانية خسرانة 80% من 41 ألف وصلتني ب8500 من أخويا أيضا في الله في ألمانيا وعايزين حاطتهم قدامكم تحدي عشان نشوف في الدورة دي هنقدر نوصلهم للربح إزاي ونرجحهم لرأس مالهم اللي كانوا عليه العملة دي من العملات المهمة جدا اللي فيها بمبات عالية زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي متبغاجد أمامكم من الشرط أنا مش بعمله بإيدي ده شرط موجود فلو محفظتك مهم إنك عايز تخش في عملة قوية في الفترة الحالية اللي احنا فيها دي هتاخد رقم الواتس بتنضم معنا في المحافظة الVIP بدون ما ناخد منك باسفورد بدون ما ناخد منك ربط للمحفظة بتاخد إدارة مباشرة من بايرك ليك بشكل مباشر لمحفظتك وتعليماتنا بتوصلك بشكل مباشر ونقدر نعمل فيها أرباح جيدة بإذن الله تعالوا بقى نشوف حلقة النهاردة ونركز بفنجان القهوة والورقة والألم مرجعنا لكم من جديد ونشوف أخبار السوق السوق بدأ يبقى فيه بعض من التحرك احنا بنتكلم حاليا ان احنا 914 مليار 592 مليون 882 ألف دولار بالنسبة لآخر 24 ساعة فحكم التدولات 57 مليار 611 مليون 954 ألف دولار بالنسبة لعدد الـ 42.36 فدي قيمة الاستحواز الخاصة على البيتكوين في كامل البيتكوين ماركت أما بالنسبة للإيثريام فهي 15.36 ارتفعت بنسبة حوالي 1% أو 75 نقطة ويعني لازال إيثريام في أماكن جذابة جدا للشرع بالنسبة لعدد العملات الرقمية 20.117 عملة رقمية النهاردة الجزء الثاني عن عملة المنصة المهمة اللي احنا هنتكلم عليها مبارح كانت حلقة الـ OKT والنهاردة هنتكلم على الـ OKP العملتين هم عملتين لمنصة الـ OKEX سابقا اللي اتجددت وأصبحت اسمها OKEX تعالوا نشوف مع بعض العملة التانية وإيه أهمية العملتين دول في أنه لازم على الأقل تكون واحدة من العملتين أو العملتين موجودين في محفظتك عند المستوات الأسعار اللي احنا موجودين عندها دلوقتي تعالوا مع بعض نحلل العملة الـ OKP هنقدر نلاحظ هنا أن الـ OKP متساوية من نفس المستوى أو قريبة من مستوى الـ OKT الـ OKP بـ 12.90 احنا مبارح كنا نتكلم على الـ OKT كانت عاملة 16.50 باكاة وسطة مبارح للـ 17 ولازالت حاليا مستقرة على الـ 17 دولار طيب الـ OKT يتختلف عن الـ OKP الـ OKP هي ترتيبها رقم 54 في الـ CoinMarket فهو ترتيب متقدم ولكن عايزين نعرف كان الـ All Time High والـ All Time Low فالـ All Time Low الخاص بيها كان $.52 بالنسبة للـ All Time High 44.17 يبقى احنا عندنا All Time High كان 44.17 والـ All Time Low كان 1.00 بعض المنصات كانت بقى هاتنين وخمسين بعض المنصات كانت بتبدأ من الـ 25 فاحنا هنتكلم على عملة انطلقت من دولار 25 أقلهم لـ 44.17 حاليا بيتم تداول هذه العملة على 12.90 وكان أفضل شراء ليها لما كانت عند العشرة والتسعة ووصلت كمان للسبعة دولار كلام ده كان يعتبر من سنة فاتت خلال آخر 24 ساعة كان فيه ارتفاع فيها بقيمة 5% آخر سبعة أيام النفس المعدل ما فيش فيه عندنا اختلاف الثلاثين يوم اللي فاتوا كان الارتفاع وصل بقيمة 13.26% فاحنا بنتكلم ان حدود التحرقات الخاصة بالعملة هي تحرقات لزالت في مستوى عارضي وتعالوا نبص على الشرط بتاعنا ونشوف ايه اهم النقاط اللي ممكن نشتري منها ونضمن منها ارباح جيدة باذن الله تعالوا مع بعض نشوف الشرط من على الـ OKX طيب ادي شرط العملة بتاعتنا الـ OKB على الـ USDT من على الـ OKX أو الـ OKEX سابقا تعالوا نبص هنا انا عايز اخدكم في المكان ده كده بالراحة تمام ونشوف بداية العملة واحنا واضين الشرط الويكلي فاحنا لو بدأنا كنا في العملة دي من هنا تمام من عند البداية بتاعتها دي اللي هي بداية الانطلاق اجهت عند الـ 1 25 احنا عند الـ 1 52 بالزبط حسب رؤية الشرط الموجود عندي 1 46 دي كان بداية الانطلاق الخاصة بالعملة ولكن انا مش هرجع من زمان بالطبع انا هقف عند مكان محدد نقطة انطلاق ايه هي نقطة الانطلاق وايه هي المكان اللي حصل منه الانطلاق الكبير للعملة الخاصة بتاعتنا اللي هي الـ OKB هنقف هنا كانت نقطة الانطلاق عند الـ 7.84 دولار وده كان معانا لو رجعنا بالتاريخ كان 15-22-21 طيب من بعديها حصل تصحيح وهنركز في مكانين مهمين في قصة التصحيح اللي حصلت التصحيح ده اول تصحيح حصل عند بالزبط هنحط هنا الشرط بتاعنا عند 12.13 وعشان كده قلت عايزين نركز في التصحيح 12.13 من بعد الـ 12.13 احنا خدنا ارتفاع قوي جدا وده كان معانا بتاريخ 26-24-21 ووصل لغاية اخر الشامعة اللي احنا موجودين عندها دي اللي هي بتاريخ 3-21-21 وكان وقتها الهبوط الكبير كنا وصلنا للـ all time high في العملة دي والـ all time high زي ما احنا قلنا قبل كده عند الـ 44-23 سنت طيب ايه اللي حصل بعدها وعشان كده قلنا هنركز يبقى احنا عندنا انطلاقة من 3 نقاط 7.84 نقطة وتحطها وتكتبها على جنب الانطلاقة التانية بتتم من عند 12.13 احنا عند 12.89 وهنبقى ندي بعض الملاحظات كده على حاجة معينة ولكن نيجي للانطلاقة المهمة التالتة تمام ودي انا محتاج ان انت تكتب معايا لما بيحصل تجميع التجميع ده بيتم عند منطقة 9.92 اللي احنا شايفينه التجميع ده كله بالزبط حصل تجميع اسبوع اتنين تلاتة اربعة خمسة تمام بعد الخمسة بدأ الانطلاق بتاعي تم رجع تاني الهبوطة هو زي ما انت شايفين الشمعة هي نفس المكان تاني 9.92 بعد كده بدأ يحصل تصحيح تصحيح تجميع انطلاقة وصلنا بقى الكام وهو ده اللي يهمني دلوقتي لان احنا بنلعب في المناطق السعرية دي وصلنا عند 34.8 سنت هي دي المنطقة بقى اللي احنا موجودين فيها حاليا وشغالين عليها اذا يبقى انا عندي نوع من انواع التكرار وانا بأكد على نقطتين اول نقطة احنا اتكلمنا فيها 7.84 نقطة مهمة جدا النقطة التانية وزاة الاهمية الكبيرة 19.92 لان المنطقة دي حصل منها ارتداد وحصل عليها تجميع اكتر من كذا مرة طب عايزين نشوف تاني اهو تعالوا نبص اخر فترة ريبة اتفضلوا هنرجع هنا بالشرط بتاعنا بالزبط اهو وقفين على كام على اتنين خمسة تمام كام بقى عشرين اتنين وعشرين الله يعني تعالوا كده نرجع تاني ونشوف يعني احنا معقولة هنقول مثلا دي صدف اكيد مش صدف الشرطة اللي نزلت من فوق وقت الهبوط الاولاني وصلت عند 9.92 الشرطة اللي بعدها التجميع ده كله تم ما بيني وما بينكم بالضبط ادي اسبوع اتنين تلاتة اربعة خمسة من الاسبوع الخامس ده تم الانطلاق الانطلاق ده راح لفين راح معنا لنقطة تانية مهمة وتعالوا نحط عندها شرط عشان نقدر نبقى وقتين ال 24.99 ده الانطلاق اللي حصلت فيها من بعدها حصل عملية بيع البيع وصل تاني بنا زي ما انتو شايفين الشرطة تاني عند 9.92 بالضبط مجرد ما لمس الخط طلع تاني بارتداد اللي ارتداد طلع معنا في 34 بعد ما خد ال 34 نزل معنا تاني نزل زي ما انتو شايفين اهو مجرد لمس الخط لمس الخط بس 9.92 بدأ يحصل صعود بدأنا نجمع تاني نزول تاني لمس الخطه بالضبط لمس الخط ده حولني على الشامعة اللي بعدها خضرة بارتداد من 9.92 ل 12.89 في اي لحظة من ملمستنا لل 12.13 اللي احنا حاليا بقى وقفين عليها الشامعة الاسبوعية دي تمام كده لان احنا بعد ما طلعنا الشامعة الاساسية اللي جاية من 9.92 زي ما انتو شايفين عندنا شامعة دلوقتي اهيه بدأت تتجمع وبتعمل عملية مقاومة عند ال 12.13 وهارجعتان اقول احنا وغدين الشرط الويكلي فلذلك مع اي لمسة على ال 12.13 او ال 9.92 هيكون عندنا انطلاقة الانطلاقة دي بتتوجه لتلات ارقام ياما اختبار اللي تعتبر معانا المقاومة اللي هي بتاعتنا عند ال 24.99 عند المقاومة التانية اللي 34.8 سنت عند اخر مقاومة الاول تايم هاي ال 44.23 سنت اختراق اي مقاومة من هذه المقاومات هيقدر يفتح لنا افق جديدة في انطلاق العملة عملة الاوكي بي عملة مهمة جدا وخلي بالنا ان في اي ارتفاع ممكن يحصل مع الاوكي بي بيقابلوا ارتفاع ايضا في عملة الاوكي تي انا شايف اني تركيزك على عملة مهمة وعملة منصة في توقيت السوق فيه في مشاكل كتير في عملات كتير فيها مشاكل يبقى من الافضل انك تمسك في المضمون المضمون دايما في هبوط الاسواق انك لازم تختار المشاريع القوية المشاريع الهامة جدا ومن اهم المشاريع عملات المنصة لاني مفيش اي منصة هتضحي بالعملة بتاعتها يعني مستحيل تلاقي عملة زي باينانس هتوقع مثلا بدولار وتكون باينانس بتعمل تعاقدات مع كريستيان ورونالدو بتعمل تعاقدات مع مشاهير التيك توك مع الناس يعني مستحيل هتلاقي ده لدايما المنصة بتدي دعمها لعملتها في ظروف الهبوط اللي موجود في حالين السوق لازم تختار اهم المشاريع ودايما بنرشح دايما عملات المنصات الهامة مش المنصات لاي كلام عشان خاطر العملات دي ممكن تاخدك وتنطلق بيك في مواقع واماكن جيدة بفضل الله دمتم في رعاية اللو امنوا كنتم مع قناتكم كريبتو بنتليمان قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية ادارة المحافظة البي اي بي عن بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته